اشتركوا في القناة اولى الرؤى دي وهي رؤية الحلية والمدهورات بانواحها سواء رؤية الخواتم القلادة سلسلة دهب اي واحدة تشوف ان شخص دهها سلسلة دهب او ان هي لبسة سلسلة دهب او يعني لبسة خاتم دهب وكانت مقبلة على الزواج تعرف ان ان شاء الله في زواج قريب جدا ومن شخص مناسب لها تماما اي مرأة يعني مطلقة او بنت عزباء تتمنى ان تتزوج شافت في المنامين البيت الجديد او شافت ان هي انتقلت لبيت جديد تعرف ان ان شاء الله في زواج لها قريب جدا باذن الله وخصوصا اذا شافت ان البيت ده جديد وواسع وسعيد ومريح تعرف ان ان شاء الله في تغيير في حياتها للافضل ومن الشخص ده هيكون مناسب لها تماما اي ايضا امرأة او بنت تشوف تشوف السياب الجديدة او تشوف ان هي بتلبس سياب جديدة ايا ان كانت السياب دي تعرف ان ان شاء الله في زواج قريب جدا باذن الله من شخص مناسب هيغير حياتها للافضل باذن الله لبس الحجاب عامة من الرؤى ايضا المبشرة بالزواج وبالستر كذلك المرأة اللي تشوف او البنت العزباء اللي تشوف ان هي بتشتري حجاب تعرف ان ان شاء الله في زواج قريب جدا باذن الله ومن شخص مناسب لها تماما الحزاء الجديد في الحلم بيدل على الزواج البنت العزباء تمام فاي بنت عزباء تشوف ان شخص ده احزاء جديد او ان هي لابسة احزاء جديد وشافت ان الحزاء ده كان مريح وهي لابسة تعرف ان ان شاء الله في زواج قريب جدا باذن الله من شخص مناسب لها تماما الحناء في الحلم او وضع الحنة من العلامات ايضا اللي بتشير لزواج قريب وفرح في البيت باذن الله والحنة المنجوشة في الحلم دي ربما تدل على زواج عسير لكن المبشرة في رؤية الحنة ان هي تكون بغير نقش تمام الصابون ايضا في المنام بالنسبة لبنت العزباء بيبشرها بالزواج والصابون الوردي بيدل على الزواج بمن تحب باذن الله ويكون الزواج سعيد ورومانسي باذن ربنا عز وكلم كذلك الامر بالنسبة للهدايا من العلامات ايضا اللي بترمز للزواج القريب جدا كذلك الامر ركوب السيارة بتبشر ايضا بالزواج القريب جدا لاي بنت او اي امرأة مطلقة وتتمنى ان تزوج احبا في الله ربنا يبشركم بكل خير ويحقق لكم اه كل امانيكم اتمنى ان تتبشرون اسفل الفيديو وتقولنا ان انتم شفتوا ايه ما تنسوش تشاركوا في القناة وتفعالوا الجرس علشان قناتكم توصل لاكبر قدروا من الناس وعلشان نفسر لكم احلامكم فاصل على وقت والى لقاء فيديو اخرى السلام عليكم اشتركوا في القناة